اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتعليق حضراتكم على ما كشف الكابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي المتعلق بأحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا هناخد تفاعل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على سوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقات الترند المختلفة البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشوف في الترند الأهلي الخطيب يكشف كل الحقائق حول أزمة نهائي دوري الأبطال والفريق يختثم تدريباته استعدادا لمواجهة المصري بالسلوم غدا وأخيرا الإسباني خسي لويس مونيرا حكما لمباراة الكبر طيب يعاكيد فيه تفاصيل كتير جدا وكلام مهم بيتعلق بمؤتمر اليوم بالنسبة للنادي الأهلي وده أمر كان مهم جدا حدوثه في الحقيقة خصوصا في ظل الكلام الكتير اللي كان طالع بخصوص المباراة النهائية وبعض الإجتهادات والأقاويل اللي كانت مستمرة حتى بعد انتهاء هذه المباراة عجبني جدا يعني أن الكابت المحمود الخطيب في بداية المؤتمر قال إننا نحن مفيش أي أزمات مع الأشقاء المغربة وبالتحديد نادي الوداد المغربي وعلاقة الأهلي بكل الأندية المغربية علاقة مميزة جدا وبنبارك كمان للوداد المغربي اللي قدر فعلا أنه يتفوق على النادي الأهلي في الملعب من خلال تسعين دقيقة يعني مع الاعتراف أكيد أن كان في عوامل كتير جدا تعدت الوداد في أنها ترجح كافته في هذه المباراة وكلمنا فيها مرارا وتكرارا لكن في الأول وفي الأخر مباركة مهمة جدا من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي لفريق الوداد العريق لكن فيه تفاصيل أكتر وفيه يعني توضحات مهمة لازم نتكلم فيها بتحديد على الاتحاد المصري يوكورت القدم يعني الواحد بيحاول يختار المصطلحات لكن مش لقي مصطلح آخر غير التواطئ بخصوص ما حدث مع النادي الأهلي وإخفاء خطابات الكاف وبعض البنود اللي في الخطابات دي وكصص كبيرة جدا في الحقيقة يعني وموضوع في تطور هام جدا هقوله لحضراتكم برضو في جزء لاحظ من الحلقة فخلينا نروح لفاصل الأول وبعاكية بقى نرجع إيه نسترسل براحتنا كده ونتكلم في كل نقطة بتركيز وتطقيق كبير جدا فاستنوا أهلا بحراركم مرة تانية بسرعة كده سريعا لقنا اتحاد الكرة إيه ما تجرأش حتى إنه هو ينزل بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك أو على موقع الرسمي مثلا البيان اللي هو تصرب للصحفيين زملاء العزاء في موقعين موقع يلا كرة وموقع في الجول والكلنا شفناه يعني بعد تصريحات الكابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي بسرعة بسرعة راحوا مصربين البيان وما تجرأوش حتى إنهما ينزلوا على صفحته وأنا مستغربهم أنا في الحقيقة مستغربهم يا جماعة وإنتوا عايزين توضحات أكتر من كده إيه يعني الراجل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رد عليكم في جزئية جزئية من قبل أنتوا حتى تقعدوا تقولوا الكلام اللي أنتوا بتقولوا ده وفي كل الكلام اللي تقال على مدار الفترة اللي فاتت وفي تصرفات مسؤولي اتحاد المصري لكرة القدر ومع ذلك زي ما حرقكم شايفين كده على الشاشة البيان اللي تم تسريبه من خلال موقعي يلا كرة وفي الجول يعني مثلا تعال نقرأ اللي قدامكم ده دلوقتي اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين إدارة الأهل تسلمت لأحد بطول الدوري أطال إفريقيا قبل انطلاقها والتي تضمنت أن المباراة النهائية ستقوم من مباراة واحدة على ملعب محايد على أن يطب إصدافاته النادي الراغب في ذلك وهو ما لم يحدث من أي من الأندية المصرية مشاركة في البطول عكس بيرامينز الذي تسلم لائحة الكنفدرالية ورغب في استضافة النهائي وخاطب اتحاد الكرة والذي قام بدوره بمخطبة كافل استضافة البطولة يعني هو الأهلي في اللايحة موجود أن الأهلي هو اللي بيطلب تنظيم البطولة أو النادي هو اللي بيطلب تنظيم البطولة مش الاتحاد يعني يعني مش الاتحاد الأهلي الاتحاد الأهلي اللي هو يعني اتحاد كل دولة هو اللي بيطلب تنظيم البطولة هي اللايحة موجودة كتا مكتن عرضها لكو عرضها لكو تاني كمان شوية برضو عشان ايه نراجع التكرار بيعلم ايه الشطار ماشي الجزئات تانية الاهل والزمالك لم يطلب ايضا استضافة نهائي بطول الدوري عبطال افريق خلال نسخة قبل الماضية ولكن تصادف عدم صعود فريق مغربي للمباراة النهائية مما يعني ان الاندية المصرية تعرف نظام البطولة ليس من البطولة الاخيرة ولكن من البطولة التي قبلها طب ما عليش برضو هنا السؤال هل في الثلاث نسخ في الثلاث او النسختين اللي قبل الاخيرة دي هل تقدم اي نادي في اي دولة بالتنظيم نادي نادي تقدم بطلع تنظيم نهائي دوري الابطال مفيش ما حصلش اما الكلام ده يعني ايه او يعني بيانم على ايه او اصدق بي ايه ما تعرفش تحاول تفصل كده ما تلاقيش يعني وفيما يتصل بقى بص بقى النقطة دي عشب مهمة وفيما يتصل بالخطاب المرسل لوزارة الشباب الرياضة يعني مبرر غريب جدا مزرع فذلك يكون على مستوى البطولات التي تستضيفها مصر ولم يكن نهاية افريقيا من بينها بسبب عدم طلب الاهلي او الزمالك اصدفة المباراة طب يا حبيبي بعد اذنك انت ليه ما قلتش للاهلي ان جالك خطاب من الاتحاد الافريقي اللي هو ده دورك يعني انت معلش يعني كالتحاد كورة كالتحاد كورة انت مالك بان الاهل يطلب ما لا يطلبش حضرتك جالك خطاب هو الاتحاد الافريقي لما حيجي يرسل حد عشان موضوع تنظيم نهاية دورة ابطال الافريقي حيرسل الاندية ولا حيرسل الاتحادات المرسلات بتبقى ماشية ازاي مفروض يعني حضراتكم خبرة يعني وناس قديمة في تحاد الكورة وناس يعاندكم خبرات فالمفروض ان دلوقتي اي مراسلة بتيجي من الاتحاد الافريقي بتوصل اتحاد الكورة مش هتوصل ابدا لأي نادي فلما تجيلي المراسلة دي انا كالتحاد الكورة المفروض اعمل ايه ابعتها للاهل للزمالك للاندية المشاركة في البطولة هل انت بعتها لا ما بعتها طيب بلاش كده ابعتها لوزارة الشواب الرياض هل انت بعتها اه بعتها بعتها امت بعد ما هي جات اليوم 19 واحد بعتها يوم كام 14 اربعة يعني بعدها ايه بتلت شهور تلت شهور طب ياريتوا بعتها بقى ايه كمان يعني هو اصلا انتهاء المدة اللي انت من خلالها تقدر تحدد او تتقدم بطلب لاستضافة البطولة او استضافة المبارنة النهائية كان يوم 28 اثنين يعني حتى بعديها ها حتى في المدة دي انت بعتش الوزارة وبعت بعديها وبعت الخطاب كمان منقوس من ايه من دوري عبطال افريقيا وانا هقول لكم كواليس عن الجزئية دي بس خلينا نسبع بقى رد الكابتن محمود الخطيب على النقاط اللي قالها الاتحاد في البيان المرسل لبعض الصحافين نروح نسبع الجزء ده من المؤتمر ونرجع مرة تانية ما حدث في ملف المبارنة النهائية امر غير عادل بالمرة وايضا من اخفى خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري او اللي قام بتفعيل بعض البنود في خطاب التنظيم وحزف البند الخاص بالمبرارة النهائية لدوري الابطال هذا الشخص او هذا المسؤول باختصار شديد اضاع حق مصر قبل ما يكون اضاع حق النادي الاهلي فستاذ المسؤولين افتحاد الكرة تحدثوا بكسافة في الاعلام خلال الفترة الماضية ودائما يتوقفوا عنده نقطة واحدة ان النادي الاهلي لم يطلب تنظيم المباراة ولو كان طلب كانوا سينفزون رغبات طبعا حقيقة امر غريب وانا الحقيقة مش قادر الاقي حاجة غير الابتسامة بس الابتسامة بس ولكن النادي الاهلي بيدرس كل الموضيع ما بيتكلمش عن خلال لوائح اولا لا يصح ان يردد المسؤولين في اتحاد الكرة كلام غير صحيح وكلام يتعارض مع اللوائح المسؤولين في اتحاد الكرة لكنه يجب ان يكونوا عندهم دراية كبيرة بكل اللوائح وكلام يتعارض مع اللوائح وهم مسؤولين عن ادارة اللعبة في مصر ثانيا المسؤول عن تقديم طلب التنظيم النادي ولا اتحاد الكرة بالتأكيد اتحاد الكرة البند وهيطلع لسيدتكم البند رقم 28 بتنظيم المباراة النهائية من لائحة دوري الابطال والتي تسلمناها من الكاف قبل بدء المسابقة نصها نصها نص البند كالآتي سيتم لعب الدور النهائي من مباراة واحدة فقط فقط في احدى الدول فقط في احدى الدول التي يتم اختيارها من كبل الكاف احدى الدول هذا هو البند الذي نصه على اقامة المباراة باحدى الدول وليس باحد الاندية احدى الدول علما بان الحكومة المصرية اللي بشكرها جدا انها دايما بتساند استضافة بلدنا لكل الاحداث الرياضية الدولية وحريصة على ده فترة الاخيرة شاهدنا ما شاء الله تنظيم بطولة كتير جدا فالدولة المصرية بقيادة سياسية كمان حرصين على ده وحرصين ان مصر تتواجد في تنظيم احداث راضية كبرى لحاجات كتير جدا جدا سالسا كيف يتقدم نادي لإصدافة لإصدافة المبرارة النهائية ممكن يخرج تايماتش على طول اول مبارا يخرج كيف يتقدم نادي لإصدافة المبرارة النهائية وهو لا يضمن استكمال مشواره في البطولة بل من الممكن ان يخرج من الأدوار الأولى لا يوجد شيء مضموط في كرة القدم كرة القدم كرة ممكن فرقة تبقى ما شاء الله وعادي تطلع برها تخسر ده طبيعي هي دي كرة رابعا الدور النهائي يقام من مباراة واحدة منذ تلت سنوات في أفراقيا من تلت سنين في أفراقيا أتمنى أن يذكر اتحاد القرى نياديا واحدا في كرة أفراقيا تقدم لإصدافة نهاية بطولة وضحت يعني كابتل محمود الخطيب أولا بقوله ألف مليون سلام عليه كابتل محمود الخطيب لأنه في الحقيقة يعني وضح جدا عليه أنه هو يعني تعبان وزي ما هو صرح كده في المؤتمر لما حد سأله عن تطورات حالته الصحية هو مش بيسمع كلام الدكاترة في فترة أخيرة بسبب يعني الشغل والمسؤولية الكبيرة اللي هو يعني بيتحملها على مقعد رئاسة نادي كبير وعظيم زي النادي الأهلي فربنا يكون فعنه يشفيه وعافية رب وبالمناسبة برضه يعني مؤتمر حاجة أكثر من رائعة وشكل وتنظيم واحترافية وكل حاجة الحاجات دي مش هتشوفها غير في النادي الأهلي لا فيه بقى صدت عالي ولا زعيق ولا تجاوزات ولا الكلام من ده الأهلي في الحقيقة مختلف يعني فتحية لكل القائمين على هذا المؤتمر برضه بالمناسبة لكن يعني التوضيحه لمسؤولي اتحاد الكور اللي صربوا البيان في كل نقطة من اللي هم قالوها التوضيح الكابتن محمد خطيب ببساطة اللهم يا جماعة هو فيه نادي بيبقى ضمن هو يكمل في البطولة أنه ممكن يخرج من أول دور أيا كان مين النادي وبعدين ده مسؤولية مين تبقى للليحة واضح أن المسؤولين في الاتحاد الكورة يعني بيكسلوا يقروا الليحة بيكسلوا إما بتترجم لهم غلط ماشي يا إما هم بيقرواها صح بس مش قادرين يفهموها ما هملهاش أي تفسير تاني يعني أصلاح يكون إيه يعني الليحة بتتكلم عن نفسها أن أنت البطولة تبقى في دولة تنظم البطولة أو النهائي ده ما قالكش نادي ولا أصلا على مدار النص خليفات أي نادي تقدم حتى السنادي مثلا لما جيه قالك إيه النهائي حيتلعب في المغرب أو السنغال ما قالكش حيتلعب في الوداد أو في نادي مثلا سنغالي ما هم دول الدولتين تقدموا بطلب استضافة بتقدموا زي عن طريق الاتحادات بتاعتهم اتحاد المغربي والتحاد السنغالي رغم أنها بشك في موضوع لكن ماشي فأنتوا بقى كالتحاد الكورة وأنتوا ما عندكمش وعي باللوايح وبتتكلموا للأسف الشديد وخلاص من غير أي يعني أسانيد حقيقية ومن غير أي دراسة كافية للوايح فدي مشكلتكم لازم تحلوها أنا أنا لو ما كانت تحاد الكورة هطلع هتزرر أقول يا جماعة أنا آسف لكن مش هكابر بالمنظر ده ده أنت بتكابر ومشك أنت ما بتكابر بتبين أكتر أنك غلطان بتبين أكتر أنك معلش يعني بتقول أي كلام بصراح أنا بحاول أنطقي أصوازي والله العظيم فالأفضل الانتحاد الكورة ما تتكلمش ويطلع يعتزر والاعتزار مش كافي بصراحة في كل الأحوال أنت لما هتعتزر ده أنا كنادي أهلي حامل بالاعتزار النادي منتظر تحقيق الوزار اللي اتعاملت من خلال لجنة شكلت وراحت لالتحاد المصر لكورة القدم وكاد ردود المدير التنفيذي غريبة جدا 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 فدي الجزئية من ضمن الجزئيات المهمة الكابتل محمود الخطيب اتكلم على كل الملابسات كل الملابسات خطيب قال لك كمان رحنا عايزين يا جماعة الخطوات اللي جات لكم الانتحاد الأفريكي عشان نقدم بها كمستنادات في القضية بتاعتنا فبعد إذنكم ببعتها لنا محدش بيرود بعثنا ثلاث خطوات محدش بيرود الانتحاد الكورة المصري طيب الكابتل محمود الخطيب بكلف الأستاذ العمري فاروق يتواصل مع المدير التنفيذي ويبعت لنا الخطاب بتاعتهاد الكورة ما فيش طيب الأستاذ أو الدكتور سعد شلبي كابتل محمود الخطيب كلفه انه يروح التحاد الكورة ويقعد انك ما يرجعش بالورق مدير التنفيذي قال له ومقدرش طالله حق غير لما أستاذ جمال علامي يقول لي بالعافية لما تدخل وزير الشعوب الرياضة عشان يحل الأزمة بعد ما عدى أكتر من أربع خمس أيام طب دل صلاح مين يعني التحاد الكورة عايز ايه انت عايزين ايه يعني بيعملوا كده بالمناسبة الأمر ده غير مقبول لا مع الأهل ولا مع الزمالك ولا مع أي نادي تاني في مصر انت اتحاد كورة دورك انك تحافظ على حقوق أنديتك وانك تساعدهم وتساندهم لما يمثلوا مصر في أي محفل إفريكي أو علامي لكن لأسف ده احنا ما منشوفوش من اتحاد المصر كورة القانون خالص خالص يعني على مدار مواقف كتير اللي عجبني كمان في المؤتمر النهاردة ان النادي الأهلي مش بس اكتفى بان هو يسرد كل ما حدث على مدار فترة سابقة لا هو كمان قدم مكترحات للاتحاد الأفريكي مع الاعتراف بان ده دور الاتحاد الأفريكي وده اللي قاله كابتن محمود الخطيب لكن في نفس الوقت الأهلي قدم رؤية تتمثل في ان مثلا ايه عايزين نرجع نظام البطولة لمصابك يبقى مطش النهائي زياب وقياب لأن ظروف الطيران في أفريكيا غير أوروبا العملة مش موحدة يا حاجات مشاكل كتير جدا جدا فده مكترح لو مش عايزين تعملوا كده خلاص يا جماعة اعملوا لايحة واضحة ازاي يتم التقدم باستضافة لأي مباراة نهائية ويتم تحديد المباراة نهائية بمكانها قبل با البطولة أصلا تبتدي دي حاجات كلها أصلا يعني ايه طبيعية لازم من اتحاد الرفريكي من نفسه وكان يعملها في نفس الوقت الأهلي كان ليه طلبات طلبات واضحة جدا في نهاية المؤتمر من كابتن محمود الخطيب خلينا نسمع الجزء ده وطلبات النادي الأهلي من كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل يلا بينا الشباب الرياضة من التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد بينكم سين كده مش كلامنا بينكم سين كده تبقى لما ورد إلينا من وزارة الرياضة ده الجواب اللي جلنا من وزارة الرياضة احنا عايزين بقى سرعة اعتقد الجواب قدام حضراتكم وقالوا هقولها تاني سرعة تنتهى وزارة الشباب الرياضة من التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد تبقى لموارد إلينا من وزارة الرياضة والوقوف على كافة الملابسات التي تمكن الجماهير المصرية من معرفة الحقيقة واختار كافة الجهات الرقابية في الدولة لإعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة في كل ما يخص الصالح العام حاجة تانية المبادرة نحاول نعالج اللي فات حاجة تانية وتحمي حقوق الأندية عند المشاركات المحلية والقرية وأن تكون هناك عقوبات راضعة لمن يخالف هذه الألية وبما يضمن الشفافية في معاملات المتبادلة بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية أخيراً أخيراً يحتفظ النادي الأهلي بحقه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات المعنية تجاه كل الأطراف التي استببت في إلحاق الضرر بالندي وذلك في ضوء ما تصفر عن نتائج التحقيقات لتجريها وزارة الشباب والرياضة بمعاونة السادة القضاء الذين تم الاستعانة به دي كانت طلبات النادي الأهلي اللي قالها كابتن محمود الخطيب في هذا المؤتمر لكن هنا برضو حنوف عنده نقطة محددة المسئولية بتقع على مين هو أكيد في مسئول داخل الاتحاد اللي وضح لنا كده اللي وضح لنا هو المدير التنفيذي للتحاد المصر الكورت القدم أستاذ وليد عطار واللي في الحقيقة كلامه وتصرحاته التلفزيونية عكس حتى البيانة اللي تم إرساله النهاردة لبعض الصحفيين لما قال لك لو جبته تصرحاته التلفزيونية خلال اليومين ثلاثة اللي فاته قال يا جماعة المطلوب مننا أن طبعا لما بيجي لنا خطاب من الاتحاد الأفريكي نخاطب النادي الأهلي أو نخاطب الأندية وبعد كده ناخد القرار يعني لازم نعرف الأندية بالخطابات اللي جات لنا من الاتحاد الأفريكي وطلب التقدم باستضافة ده باعترافه عكس اللي مكتوب في البيان بتاع النهاردة من الاتحاد الكور ففيه تناقض حتى ما بينه وما بين بعض يعني موضوع غريب بصراحة طيب أنا هقول بقى لحضراتكم كده أصرار مهمة جدا ومعلومات مؤكدة معلومات مؤكدة يريد ترجعلي يا عادي لأن الجزئية دي غاية في الأهمية رقم واحد وزارة الشباب والرياضة تأكدوا تأكدوا وزارة الشباب والرياضة لن تسكت عما حدث وتأكدوا أنه هيكون فيه قرارات بل قرارات كمان قوية ده أمر مؤكد الكواليس بقى اللي حصلت على مدار الفترة اللي فاتت ايه أو على المدار آخر 72 ساعة بالتحديد يوم الأربع والخميس كان فيه لجنة من وزارة الشباب والرياضة نزلت عشان تحق فين في اتحاد القرى المصر مين استقبلهم المدير التنفيذي للتحاد بالحرف أنا أحكي لكم بالحرف اللي حصل بالضبط قال لهم يا جماعة تفضلوا تحت أمركم اللي أنتوا عايزين وإحنا ما فيش أي مشكلة قالوا دلوقتي إحنا جايين بسبب مشكلة الأهلية أو بسبب أزمة الأهلية عايزين نعرفين المشكلة فبعد إذنك هتلينا إيه هتلينا الخطابات بتاعت الاتحاد الأفريكي تمام قال لهم حاضر وراح جاب لهم أنا خطاب الخطاب للاتحاد بعته للوزار قالوا لأ بعد إذنك إحنا عايزين خطاب الأصلي اللي جالكم من الاتحاد الأفريكي اللي كرة تلكنا عايزين نبص عليه قالوا أصلي ده خلي بالك بقى من كلام قالوا أصلي ده عند قسم الترجمة هنا في محاولة لإلقاء الاتهام على قسم الترجمة إن هم اللي في الوزش عمليش دعا قسم الترجمة اللي عمل كده قالوا يا فندم بعد إذنك لأ إحنا برضو عايزين الجواب أو عايزين الخطاب اللي جالكم بشكل رسمي من الاتحاد الأفريكي غاب دقائق راح جاب الخطاب الرسمي اللي هو في إيه فيه السبع بنود اللي بتضمنهم إيه بتضمنهم تنظيم نهاية دورة أبطال الأفريكي ونهاية الدورة أبطال الأفريكي للكرة النسائية اللي هم تشالوا من إيه من الجواب أو من الخطاب اللي تم إرساله لوزارة الشعب ورياضة من كبل الاتحاد المصري للكرة القادمة فهنا استغرب عضو اللجنة قال له طيب أنتو دلوقتي بعتين لنا الخطاب منقوس ليه ليه مش بعتين أصل الخطاب اللي جالكم من الاتحاد الأفريكي بص بقى الرد يا هو قال له أنتو ليه ما قلتوش أن نهاية دورة أبطال الأفريكي ممكن ننظمه هنا ما بعت لنا الكنفدرالية وكذا 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 ليه ما بعتوش الباقي قال له بص بقى الرد وأنا بحكي لحضراتكم بالتفاصيل اللي حصل قال له أصلحنا كنا عارفين أن الأهلي مش عايز ينظم النهائي ده طبعا إيه ده الجواب أو الخطاب الالتحاد بعته لمعالي الوزير الدكتور أشرف صبح طبعا جواب منقوس فخليني أقول له حضراتكم بقية الكلام اللي حصل قال له أصلحنا ده المدير التنفيذي للاتحاد بيرد على العضو اللجنة إحنا كنا عارفين أن الأهلي مش عايز ينظم البطول هو أصل مش دور الأهلي أنه يطلب تنظيم هو مفروض الاتحاد يخطب الأهلي تمام والأهلي يقول له ماشي نتمنى التنظيم هو عمر الأهلي لما يبقى فيه فرصة أنه يتنظم هنا من مباراة واحدة هيقولك لأ هقولك لأ مش عايز لأ طبعا قال له طب أنت عرفت منين أن الأهلي مش عايز قال له إحنا عارفين كالتحاد الكورة إحنا عارفين قال له فيه أي اختباط رسمية جات لك من الأهلي تفيد بكده قال له لا قال له يبقى كلمك لا يعتد به وما لوش أي أساس بالنسبة لي أو أي لازمة بالنسبة لي تمام فبناء عليه اللي حيحصل خلال الفترة اللي جاية ده فيه نقطة كمان قال له إحنا لأ أصلحنا كمان كان ده مدير تنفيذي التحاد قال له أصلحنا كنا متوقعين أن الأهلي مش هيوصل لنهائي أفريق ودي بالنسبة لي تصير عدد كبير جدا من الاستفسارات في الحقيقة لكن اللي حيحصل لفترة الجاية طبعا اللجنة خلصت عملها على مدار 48 ساعة وكتبت تقريرها ودته المستشار القانوني للوزارة ومستشار القانوني رفعه خلاص بشكل رسمي لمكتب الوزير مكتوب إيه في التقرير ده أجيب لحراركم الكوليس مكتوب إيه في التقرير ده اتهام واضح لمسؤول بعينه داخل الاتحاد بالإهمال والتقصير وبناء عليه المطالبة بالتحويل للنيابة الإدارية دي معلومة على مسؤوليتي بناء العليق مطالبة بالتحويل للنيابة الإدارية كتوصية كتوصية خلي بالك عشان الناس اللي تقطع الفيديوهات كتوصية فبالتالي ايه التوصية من الوارد ان الوزير ياخد بيها ومن الوارد لا هو حيستشير أقرب مستشاريه اللي هو مستشار القانون حياخد بقى بالتوصية دي وتحويل الوزير فعنشوف الوزير هيكرر إيه خلال فترة جاية بس هو المطلوب فعلا زي ما كابت محمود الخطيب كده قال احنا عايزين سرعة في التحقيقات ونتائج هذه التحقيقات لأن الموضوع يعني قضية رأي عام مش بس حاجة تخص النادي الأهلي لأن دي مصلحة بلد يعني في كل الأحوال فدي كانت أبرز الكواليس اللي حصلت وأبرز الردود الغريبة من مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم طيب خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل هنرجع نكام يلا أهلا بحضراتكم مرة تانية كلمنا خلاص عن مؤتمر الصحفي بكل تفاصيله وكل الحقائق لكن خلينا بقى نتطمن شوية على الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي واللي عنده موراة مهمة بكرة أمام الفريق المصري بالسلوم في كأس مصر فعشان كده سريعا خلينا نروح لزماننا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الأهلي للمقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يطمننا على آخر الترتيبات والاستعدادات لهذه المباراة الهمة يا توفيق مساء الخير مساء الخير زميل عزيز أمير هشام تحاتي ديك وكل مشاهدي ومتابعة ترند في كل مكان أهلا بك يا توفيق يعني قلنا آخر الترتيبات الخاصة بالأهلي قبل مباراة الغد الهمة وأبرز الكواليس التي تتعلق بهذه الاستعدادات يعني في البداية أمير حابين نقول أن ده دور 32 في كاس مصر الجديد خلصنا نحن عارفين أن الأهلي لسه عنده مباراة أخرى يعني مع برامز في الكاس القديم هتبقى في كاس مصر في البطولة القديمة أمير لكن ده دور 32 في البطولة الجديدة مباراة هامة بإذن الله الفريق نادي الأهلي غدا أمام نادي المصري بيئة السلوم يمكن استعدادات على قدم وصاق هنا بيقودها الجهاز الفني بقيادة كابتن سامو أمصال المدارب العام للفريق خلال الفترة اللي فاتت طبعا نظر لغياب ميستر بيتسو ميسمان اللي كان بيحصل على دورة تدريبية في دولة المغرب الشقيقة يمكن في الأحزات اللي أبقى كلمتك فيها دي أمير اللي عامين لسه حالا دلوقتي داخلين هبقى فيه محاضرة فنية ليه الجهاز الفني هيشرح فيها أبرز النقاط القوة والضعب فليه فريق المصري بيحصلون ممكن زي ما احنا عافرين الفريق بيلعب في الدور الممتاز به ولكن طبعا الجهاز الفني والإداري يقدروا انهم يحصلوا على شرائط فيديو كتير للفريق خلال اللعب وهذا الموسم فيه بطولة مسابقة تقسم الثاني وهيتم بقى شرح الخطة للعبين بعدها إن شاء الله هيكون ميران الفريق وده الميران الأخير والرئيسي استعدادا بإذن الله للمباراة ومن بعدها إن شاء الله الجهاز الفني هيعلن قائمة من 22 لاب لدخول في معسكر مغلق بأحد فناندق القاهرة استعداد النجولات الغد بإذن الله والذات ستنطلق فيه تمام التسع مسان على استاد الأهلي والسلام عايز أقولك يا أمير يمكن مستر بيتسو موسيماني يعني إحنا منتظرين وصوله هنا لفرق النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة لسه لم يتأكد بعد أن كان هايقود المرانة النهاردة للفريق أم لا لكن لحد دلوقتي اللي بيقود الفريق هو كابتن سامو أمصان المدرب العام للفريق يمكن طبعا عارف لنجملة كبيرة جدا من الغيابات عدد كبير طبعا من لعبين الدولين المصريين مع منتخب مصري اللي هيسافر بعد قليل ليه لعب مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية إن شاء الله لهاكون مقرر لها 14 يونيو الجاري وكمان عندنا أقسم لعب محترف من المحترفين الأجاني يمكن قالوا ديانج مع منتخب مالي علي معلول في المتخب التونسي وكمان بير ستاو مع منتخب جنوب أفريقيا إن شاء الله يبقى بكري يعني زي ما نقول ضرب البداية في بطولة جديدة ويكون الفريق بإذن الله موفق ويكون شغل الجهاز الفني خلال الفترة الماضية كنشوفنا مباراة ودية أمام قوات الدفاع الجوي إن شاء الله يكون شغل الجهاز الفني يبقى في مباراة بكري وطبقا زي ما بقولوا لها أمير في غياب عدد كبير جدا من الدولين يبقى بكري إن شاء الله مباراة قويسة للنادي الأهلي ومن بعدها إن شاء الله كمان برات إسترن كامبني أنها ستكون إن شاء الله يوم الأربع المقبل برضو بدون الدولية كل التوفيق النادي الأهلي وإن شاء الله تكون ضربة بداية قوية في بطولة جديدة أمير وإن شاء الله يعني زي ما يقول نركز بطولة الكاسي ومبعدها بطولة الدروي يبقى فتحة خير بإذن الله على فريق النادي الأهلي بإذن الله توفيق أنا بشكرك شكرا جزيلا نزمينا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الأهلي مقر الأهلي بالجزيرة اللي أنا تفاصيل ما قبل مؤران الأهلي الأخير النهاردة السعدادة للموبرات الغد ألهم أمام فريق مصري بسلوم في دور 32 من بطولة كاس مصر الجديد لأنه فعلا ده توضيح مهم جدا جماعش إحنا نلعب اتنين كاس مصر فحاجة أو مرة تحصل في التاريخ تلعب اتنين كاس مصر إنت هتلعب دلوقتي مع مصري بسلوم في الكاس الجديد وبعدك هتلعب بيراميدز بعد مطش الزمالك في الكاس القديم كمام؟ فعشان ما نلغبطش كده يفضل متابعين مع بعض عشان إيه؟ الدنيا متدخلش في بعضها في الحقيقة فإن شاء الله الأهلي يكون موفق في بداية مرحلة جديدة بإذن الله تكون مليئة بألقاب وبطولات جديدة تضاف لدولاب بطولاته المليء والمليء بهذه الإنجازات هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكام طيب مباراة الأهلي والزمالك إن شاء الله يوم 19 في بطولة الدوري إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة اللي هتقام على أستاذ القاهرة الدولي بإذن الله فتعلن نهارده الاتحاد المصري للكوريز القدم أعلن بشكل رسمي تعيين الأسباني خوسي لويس مونيرا حكم للقاء الكمة وهو اللي هيدير هذه المباراة بعد مخاطبة خمس دول أوروبية لاستقدام حكم أجنبي وكان فيه حكم إيطالي قريب جدا أنه يجي لكن يعتذر في اللحظات الأخيرة فخلاص تم الاستقرار بشكل رسمي إن خوسي لويس هو اللي هيدكون حكم هذه المباراة الحكم ده مولد تسعتاشر مايو تلاتة وتمانين عنده تسعة وتلاتين سنة حصر عشر دولية في عام الفين وتسعتاشر أدار أول مباراة ليه في الدور الأسباني في 22 أغسطس الفين وستاشر بين سلتا في جوالي جانس وأدار أول مباراة له على المستوى الأوروبي في واحد أغسطس الفين وتسعتاشر وكان ذلك بين فريقي فيترول كونسلتانتا الروماني وجينت البلجيكي في الدور الأوروبي كمان اختير الحكم الأسباني كحكم مساعد بتقنية الفيديو في بطولة كوبا أمريكا 2021 وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار فريق من الحكام الأوروبيين لإدارة المباراة في كوبا أمريكا في موسم 2021-2022 أدار حكم 20 مباراة في الدول الأسباني أشهر ثلاثة وتمانين بطاقة صفراء وأربع بطاقات حمراء واحتسب ثمان رقالات جزاء وأدار لبرشونة مواجهة في 22 مايو 2022-22 بشكل عام أدار حكم في الليجة 116 مباراة أشهر 508 بطاقة صفراء و21 بطاقة حمراء بشكل مباشر و10 بطاقات حمراء نتيجين عن بطاقتين صفراء وإحتسب 37 رقال جزاء أدار سياسة مباراة في الدول الأوروبي أشهر خلالهم 15 بطاقة صفراء واحتسب رقالتين جزاء وبالنظر العدد لبطاقات الصفراء نجد أن الحكم يشهر بطاقات الصفراء بشكل مستمر ومتكرر في الدول الأوروبي أدار لقاء وحيد أشهر بطاقة صفراء مرتين واحتسب رقال الجزاء بشكل عام وبمختلف المسابقات أدار الحكم أسباني 252 مباراة أشهر بقى عدد كبير من بطاقات الصفراء والحمراء وكلام من ده وفي المنطقة العربية أدار مباراة وحيدة كانت بين السعودية والجزائر في 9 مايو 2018 وخلصت بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 2-0 الأهم بصراحة أنه يكون موفق في مباراة الأقمة وأنه بإذن الله يطبق القانون وما يبقاش لي دعوة خلص بروح البروتوكول يعني أتمنى أنه ما يعودش مع الكابتن عصام عبد الفتاح يعني أنا باحترمه والله وبأضباره جدا لكن يعني أتكلم على المفاهيم بتاعت الكابتن عصام عبد الفتاح مش موجودة في الكورة يعني فأتمنى أنه ما ياخدش روح البروتوكول ولا الكلام من ده في المباراة يعني إن شاء الله يكون موفق يعني ما يبقى عايزين منه عدالة فقط لا غير ما بين فرقتين كبار جدا بحجم الأهلي والزمالك إن شاء الله نحن على النفس سنة نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة خلينا نشوف تريند الأهلي وآخر الأخبار اللي تكلمت على الأهلي في السوشيال ميديا ونبتدي بحساب في الجول ولي بيقوله رسميا نقومة الأهلي والزمالك سيقام على السيدة الكاهرة الدولي يوم 19 يونيو المباراة كمان كورا بلاس حسنا على تويتر قاله هوية الحكم المعتذر عن إدارة الكام وهو كان حكم إطالي بالمناسبة خلينا نقوله لحضراتكم برضو اسمه دانيال دوفري اعتذر عن هذه المباراة مش عارفين السبب بالضبط إيه لكنه هو في كل أحوال كان ده الحكم اللي حيجي خلينا كمان ناخد خبر آخر من حساب بطلوط على تويتر واللي قاله تصرحات المسؤولي المصري بالسلوم واجهة الأهل لأن تكون من طرف واحد ومدربنا يحب الكرة الهجومية مدرب مصري بالسلوم أعتقد لعب الزمالك السابق أحمد عبد الرقوف كان لعب في وسط ملعب الزمالك في فترة من الفترات فأكيد هتبقى مباراة صعبة بالمناسبة مسهلة إطلاقا إن شاء الله الأهل يكون موفق فيها هروح للفاصل بعدين كامل استنوا في تريند المحلي أكيد الحديث عن منتخب مصر في الحقيقة الواحد يعني مصدوم في أداء المنتخب والنتيجة الأخيرة كمان أمام إثيوبيا ده بيان بس خليه بالك بيان غير مصرب يعني ده بيان فعلا على الصفحة الرسمية بتاعت الاتحاد يعني ما فيه جرء عادي إنه هم من يزلوا بيانه قال لك إيه عقد الاتحاد المصري كورد كونفر أستاذ جمال علامة اجتماعي تم خلاله من نقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا دعايات الخاصة بالهزيمة مادة الجلسة الخميس دي قرارات يعني المقبل عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الوديا بخلاف البيان ده خلينا أقول لحراركم يعني إيه اللي حيحصل خلايا بفترة اللي جاي بنسبة كبيرة جدا جدا يعني والاتجاه الأقرى الداخل الاتحاد بمصري الكورد القدم أول حاجة تضحية بالكابتين أهاب جلال ده رقم واحد كده هم أخدين قرار نسلين بس مباراة كوريا لأن المباراة لازم تتلاعب وفيه شروط جزائية وفيه عقود يعني لازم تتنفذ فبالتالي مباراة هتتلاعب بالكابتين أهاب جلال هتخلص المباراة أين كان نتيجتها ربك ومصر يعني فيه توفيق لنا بصراحة رغم ده هيكون صعب شوية لكن أين كان نتيجتها هيكون كابتين أهاب جلال برا منتخب مصر هيتم توجيه الشكر لي من قبل اتحاد المصر لكورة القدمة هيا السؤال هي مشكلة في المدربين يا جماعة بس أممكن يكون فيه مشكلة في المدربين لكن لازم نحن نكون متأكدين منه أن فيه مشكلة في المسئولين في اتحاد الكورة نفسه يعني بصراحة اللي يستحق أنه يمشي اتحاد الكورة برضه لأن يعني للأسف كل الاختبارات التي تحطوا فيها فشل موضوع الأهلي فشل موضوع المنتخب وعدم التجديد لكيروش أصلا ده في حد ذاته فشل وإن أنت تجيب مدرب مصري يقود المسئولية ده برضه مش حاجة يعني صحيحة طيب خليه سريعا ناخد مشاركات حد رقم على سؤال الحلقة النهاردة وكان يتعلق بالمؤتمر حاخد تعليق واحد أحمد الحسيني قال الحقيقة قمة الركي والأخلاق والأخلاق وضبط النفس رغم حزنه وغضب وضغوط الشديدة إلا أنه لم يتلفز بلفز واحد يجرح أو يغدش الحياء ولم يوجه الالتهام المباشر لأحد إنما يطرح تساؤلات ويسرد أحداث الخطيب كما في الأخلاق التيند شكرا يا أحمد ويعني في الحقيقة كان نظر أكثر من رائع ومنتهى الركي احنا متعودين عليه دايما من الندي الأهلي دي كانت حديثنا النهاردة من الترند اللي هي سليدها المزيد وغادم كل جديد في حلقة جديدة بنفس البرنج وإذن الله استنونا سلام اشتركوا في القناة